يعني ما فيش صوت يعلي فوق صوت المباراة القادمة إن شاء الله أمام الكاميرون وبالتالي لما نتكلم كلنا في الأعلام الرياضي أو في الشوارع والبيوت حتى وإحنا بنتفرج على الأهاوي هو إن شاء الله مصر تكسب المباراة القادمة مباراة صعبة كل متفق إنها مباراة صعبة مباراة في الدور قبل النهائي صاحب الأرض صاحب تاني أكبر عدد من البطولات بعد المنتخب المصري هو منتخب الكاميرون وبالتالي طبعا يعني إن شاء الله التجهيز للمباراة دي دي إن شاء الله تكون على نفس قدر المباراة السابقة وبالتالي يعني أعتقد وإحنا بنتكلم اللعيبة والجهاز الفني والمسؤولين المتواجدين هناك من اتحاد الكرة كلهم أعتقد أن احنا فيه جلسات موجودة فيه جلسات فردية للعيبة مع ميسر كروش فيه جلسات جامعية اللعبين ببعضهم والمدير الفني للتجهيز للمباراة القادمة ده جزء مهم جدا بعيد عن الملعب ودائما يعني لما بتتعامل صح النقطة دي بتجني ثمارها بشكل كبير جدا جدا شفنا الروح للعابين في الماتشين اللي فاتوا والأخص في المباراة اللي فاتت لأن المباراة اللي فاتت صعوبتها إنك لما بتتأخر بهدف فيه ناس ممكن تقولك فيه لعيبة سوايرة على فكرة يا جماعة فيه يعني نقطة مهمة جدا إن فيه عدد كبير من لعبي منتخب مصر الأول مرة تشارك فيه كأس الأمم الأفريقية وبالتالي الخبرات الأفريقية ممكن أو في البطولات المجمعة لزي كده تبقى ممكن تكون بسيطة ولكن إنك ترجع بالشكل اللي احنا شفناه في المباراة المغرب بالثقة وبالقوة وبالإصرار وبالعزيمة اللي احنا شفناها لا بيأكد إن الخبرات اللي موجودة عند العيبة أصلا بالرغم إنهم ملعبوش فيها في هذه البطولة قبل كده لكن عندهم خبرات عندهم إصرار وروح وده بيأكد إن الروح المعنوية ممكن تعود حاجات كتير جدا وده اللي احنا نتمنى احنا طبعا داعمين في الإعلام الرياضي كله والشعب المصري كله داعم لمنتخبنا عندهم أمل وبهجة كل ما بنتذكر ممكن الأغنية اللي كانت شغالة من شوية وفي بداية الحلقة كل ما بنتذكر بهجة وسعادة جمهور مصر في كل البطولات اللي احنا أخدناها وإن الناس بتنزل في الشوارع بعد كده وفرحانة وسعيدة أعتقد إن دا شيء مهم جدا لازم لعبتنا والنجوم الكبار في المنتخب يبقوا حطينهم في أزهانهم والسعادة الكبيرة اللي بتحصل والفخر بيهم طبعا كنجوم منتخبنا والمجهود اللي بيعملوه عشان يسعدونا بشكل جديد دا لحنا نتمنى عشان كده خلينا بس أقول لكم النهاردة كنت بشوف بعض الناس وأنا مش عارف مين دول بالصراحة يعني اللي ممكن يقول لك أصلي فيه لعيبة ممكن تهرب أصلي عيبة يعني أبو جبل تصاب وممكن يلعب المطش الجاي يبقى كده هرب لأ ما هو أنت حالتك ما أنت مش عارف كلعيب كورة وكدكتور إيه الأحداث نفسها اللي حصلت في الملعب أو إيه مدى الإصابة أو العضلة دي ممكن فيه لعيبة ممكن تلعب عليها بشكل معين لو هي إصابتها وصلت لمرحلة معينة فأنت بتوديه في حتة أهلي وزمالك وده شيء مرفوض تماما وبيأكد عليه وبأكد عليه من تصريحات صلاح لأن الصلاح كان ليه جزء مهم جدا من تصريحاته على موضوع الأهلي وزمالك وأيضا النهاردة كيروش برضو بيأكد عليها من خلال تصريحاته إحنا هنا منتخب مصر فأنت بتوديها اللي هناك ليه كده بتوديها للحتة دي ليه نرجو إن إحنا في الوقت ده مصريين ولا أهلي ولا زمالك وما تودش إن فيه لعيب يعني تقول إنه هو ممكن يبعد عن المباراة عشان لقى المباراة بقت صعبة خلص المباراة ما كانتش صعبة لأن واضح جدا إن المنتخبنا في الوقت ده بيرجع للمباراة بقوم ولولا صدت أبو جبل وبأكد على النقطة صدت أبو جبل اللي تصف فيها كانت الأمور هتبقى صعبة آه فيه ناس بتعترض على تصرف أبو جبل إنه هو فيضل شوية في الملعب عشان ما يطلعش ده روح ده الواحد يعني فيه لعيب من بيمسك الفرصة وشايف إن المنتخب محتاجه بيقول لك لا أنا مش أخرج لكن طبعا فيه مدير فني هو فهم الوضع وخرج والأمور بالنسبة له والحمد لله إنه هو خرج في توقيت مناسب من الإصابة عشان يقدر يتعالج بشكل سريع وده مهم جدا عشان يرجع المباراة اللي بعد كده كلنا ثقاف محمود جاد أو محمد صبحي حراس مرمى مميزين مش هيبقوا موجودين في المنتخب إلا ما يكونوا مميزين ولكن طبعا وجود أبو جبل كخبرات وكحارس مرمى التاني بعد الشناوة وإصابة طبعا حظنا وحش على فكرة حظ عندنا حظوظ وحشة جدا لمنتخبنا من أول البطولة بإصابة أكرم توفيق في الصليب ثم بنتكلم في الوينش ثم أيضا كان فتوح والحمد لله رجع يعني عندنا مجموعة من الإصابات يعني صعبة وتتجدد أو بتبقى جديدة على أماكن معينة النهاردة حجازي بيسافر لألمانيا عشان خلاص الأمور بالنسبة له بعيدة مش هيكمل وبالتالي يعني عندنا حظ سيء فبالتالي أرجو من الناس اللي بتخليه أهل وزمالك وإن أبو جبل إزاي يرجع المطش الجاي لو هو سليم لا الأمور بالنسبة لبعض الإصابات ممكن يرجع لو تعالج بشكل سليم وإن الإصابة ما كانتش قوية والخروج بالنسبة له كان للحفاظ عليه إنه يلحق ما بعد إن شاء الله كانت أهلنا في الوقت ده وبالتالي إن شاء الله أبو جبل يكون موجود في المباراة القادمة ده اللي احنا نتمنى وطبعا المدير الفني والجهز الطبي وهو شخصيا هم اللي هيحددوا الوضع ده يوم الخميس ولكن طبعا نتمنى أن كل اللي عبتنا تبقى سليم عشان كله الشارك